إذا حصل العميل من البنك على تمويل عقاري بالإجارة ثم احتاج العقار إلى صيانة أساسية فتحملها البنك وقد أخذ الإصلاح مدة لم يتمكن العميل من استفاء المنفعة في أثنائها فحينئذ لا يستحق البنك أجرة مقابل مدة تعطلت فيها منفعة العقار بسبب لا يرجع للعميل ويمكن لأغراض محاسبية أن يستمر العميل في دفع الأجرة عن المدة التي تعطلت فيها المنفعة على أن ترد للعميل تلك الأجرة حال فسخ العقد أما إذا استمر عقد الإجارة فيمكن معالجة المسألة بتمديد الإجارة بقدر تلك المدة بلا عوض أو اختيار عدم تمليك العقار مع إعادة أجرة المدة التي لم يستوفي العميل منفعتها أو بتمليك العقار واعتبار تلك الأجرة جزءا من ثمن التمليك ترجمة نانسي قنقر